أجعبني رب سامة ولدي الجزي سامة ومن رقاة لسومة ونمامة خسامة ومن رقاة لسومة وذكرنا بما تلمت فيه من المثلات وكفل في تلاوته عن السيئات إنكم ابن العوات الله أكبر من آخر القرآن تجاوز عن ما كان في تلاوته من سهب أو نسياد أو تحديف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصال أو تأويل على غير ما أنسلته أو تعديل هدى تلاوته أو كسل أو سيخ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بخير مدخم أو إدهار بخير بيان واتبه منا على التمام والكمال والمهذب من فريل الحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأبداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير وسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم القبلة والكسلان وأمنا من عذاب القبل ومن سؤال من كين ونكين ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعض واعطي غقابنا من النيران ويم من كتابنا ويسر حسابنا وثق الميساننا بالحسنات وثبت أقدامنا على السرات وأسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيمة لبع قلوبنا وجلاء حساننا وذهب قمومنا وقائدنا وسائخنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومسباحنا في الظلمة ودللنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من الزيخ والأهواء وكذل العداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختي بالسعادة آجالنا وهقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية خطونا وآصالنا وجعل إلى رحمتك مسيرنا ومآلنا واصبب سجال عفك على ذنوبنا ومنع علينا بسطر عيوبنا اللهم اجعل تقواك سادنا والثقة بك الذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائل بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما خرأناه ونور ما ترأناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواه آبائه وأمهاته وأسواجه وذرياته وأسابه ردوان الله تعالى أهلهم أجمعين وإلى رواه خديم المصطفى عليه ردوان الله ولأرواه آبائنا وأمهاتنا ومشاركنا ولأرواه دمه المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا وحنانا محمد خاتم النبيين وإماء المرسلين سبحانا ربك وبالعسية تعالى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة